اليوم بدنا نحكي فعليا عن نوع حمية أثبتت الدراسات إنها بتساعد في التخلص ومحاربة الخلايا السرطانية الكلام اللي بنحكيه اليوم مش معنا هيك إذا وجد لا صمح الله خلايا سرطانية عند بعض الأشخاص إنهم يكتفوا بهذا النوع من الحميات لا أكيد هذا بيكون جنبا إلى جنب مع الاستشارات الطبية والمعالجة الدورية وهذه الحمية تحديدا بتناسب الأشخاص اللي دائما بيسعوا بمرحلة الوقاية يعني إذا كنت أنا من الأشخاص اللي عندي مثلا عوامل خطورة مختلفة تحدثنا فيهم في الفقرة التغذوية للأسبوع الماضي يوم الأربعاء تحديدا حكينا عن عوامل الخطورة المختلفة اللي ممكن تواجه الأشخاص واللي بتخليهم عرضة أكثر من غيرهم لوجود خلايا سرطانية بأجسامهم أو إصابة أجسامهم بالسرطانات ولكن لما إحنا بنعتني بالبداية بمرحلة الوقاية وبنكون حريصين بهاي المرحلة تحديدا على أنه إحنا نعتني بصحتنا وأنه إحنا نحارب الخلايا السرطانية في حال وجودها داخل الجسم فأكيد إحنا بنخفف من عوامل الخطورة اللي ممكن تكون مرتبطة بالجنس ممكن تكون مرتبطة بأيضا العمر ممكن تكون مرتبطة بالحالة الوراثية والتاريخ المرضي العائلي وكثير من عوامل الخطورة اللي ممكن تحيط فينا لوجود خلايا سرطانية لصبح الله بأجسامنا طبعا دايما نتمنى الصحة والعافية لنا ولكم مشاهدين الكرام ولكن دايما نحكي درهم وقايا خيرا من قنطار علاج بداية لحتى نكون فاهمين شو يعني خلايا سرطانية الخلايا السرطانية اللي بتصيب أجسامنا هي عبارة عن خلايا مشوهة نوعا ما خلايا ما بتشبه خلايا الجسم السليمة اللي المفروض تكون داخل الجسم هاي الجزئية الأولى الجزئية الثانية بنكون عارفين أنه هاي الخلايا هي أضعف من غيرها من أنواع الخلايا الموجودة بالجسم يعني الخلايا الموجودة بالجسم لحتى تتغذى ولحتى تكمل بمشوارها بالحياة فهي بتحتاج لطاقة دائما وهي الطاقة بتاخدها من خلال مثلا الجلوكوز بتحوله لأتي بي وأمور مختلفة داخل الجسم لحتى تحصل هاي الخلية على الطاقة ولكن الخلية المريضة أو الخلية السرطانية هي خلية ما بتقدر أنه تاخد طاقتها أو تاخد احتياجها من الغذاء بسهولة مثل الخلايا السليمة فهي بتفضل أوساط معينة وبتفضل طبيعة غذاء معينة دائما بتعتمد مثلا على السكر والسكريات المضافة مشان هيك دائما بنحكي هذا النوع من الأغذية بزيد من خطورة الإصابة بالخلايا السرطانية وفي حال وجودها فإحنا نكون وفرنا لها الغذاء اللازم لحتى تتكاثر ولحتى تكون أقوى كمان جزئية جدا مهمة لازم يكون متفقين عليها لما نحكي عن مواقع الالتهاب الموجودة داخل الجسم بنكون عارفين أنه وين ما في بيئات التهاب داخل الجسم يعني أعضاء فيها التهاب وهذا الالتهاب كلما كان أشد كلما كان بيئة حاضنة أكثر للخلايا السرطانية في حال وجودها داخل الجسم يعني أكيد الجسم دائما في إنتاج خلايا بشكل مستمر وإحنا بنعرف أن اللبنة الأساسية لتكوينة الجسم هي الخلية ففي حال إنتاج هذه الخلايا ممكن يطلع معنا خلايا سليمة ويطلع معنا خلايا ضعيفة أو خلايا مريضة بما فيها الخلايا السرطانية وبمجرد وجود التهابات بأعضاء معينة بالجسم وهذه التهابات ما يتم علاجها بالشكل الصحيح مثلا الأشخاص بصير عنده التهاب بمنطقة معينة بجسمه وما بتم علاجها برجع شوي بصير الوضع أهوان بيرجع بزيد الالتهاب وهكذا بخلال إحنا بنحكي سنوات من عمره بهاي الطريقة في حال وجود خلايا ضعيفة وخلايا سرطانية رح تتمركز بمواقع الالتهاب هاي مشان هيك كرقم واحد لما نحكي عن الوقاية من الخلايا السرطانية في حال وجود التهابات دائما بدنا نعمل على حلها وعلاجها طيب ايش في حميات ممكن انه احنا نساعد أجسامنا فعليا انه هي تقدر انه تتخلص من هاي الالتهابات الموجودة داخل الجسم اكيد احنا دائما بحاجة لحميات مختلفة وهي الحميات تكون صحية لحتى نقدر نتخلص من أماكن الالتهاب المختلفة الموجودة بالجسم ونقدر نساعد جسمنا انه يتخلص من خلايا ضعيفة وينتج دائما خلايا سليمة الحمية هي حمية الصيام المتقطع لدائما كأخصائي تغذية بننصح فيها لأسباب متفرقة بما فيها التخلص من الوزن اذا حمية الصيام المتقطع بما انها بتساعدني على التخلص من الوزن يعني على زيادة الوزن والسمنة هي رح تساعدني وبالتالي هي رح تساعدني بالتخلص من السمنة من الخلايا الدهنية او خلانا نقول الكتلة الدهنية لزيادة الموجودة بالجسم وهذا من عوامل الوقاية من أنواع السلطانات المختلفة هذا رقم واحد رقم اثنين حمية الصيام المتقطع اللي أنا بحكي عنها اللي هي بتعتمد على صيام ما يقارب الستعشر ساعة خلال اليوم وتناول الطعام خلال ثمان ساعات لما إحنا بنصوم عبارة عن ستعشر ساعة بهذه الستعشر ساعة أكيد الجسم رح يكون بحاجة لتناول الغذاء بهذه الستعشر ساعة ما في طعام فيه سعرات حرارية بيدخل للجسم الجسم بده مصدر للطاقة بصير يدور ما بيلاقي مصادر للطاقة الخلايا اللي حكيت لكم عنها من شوي السليمة أكيد بدها مصدر للطاقة بدها مصدر يعطيها ATP فهي بدها تصير تدور على مصدر للطاقة ما في كربوهيدرات عم يدخل الجسم ما في سعرات حرارية عم تدخل الجسم فبتبلش الخلايا السليمة تدور على مصدر للغذاء بهذه الطريقة رح تتجه للخلايا الضعيفة وتتغذى عليها عن طريق عملية من سميها الالتهام الذاتي بحيث أن الخلية السليمة تروح تتغذى على مكونات الخلية الضعيفة وتخلص عليها تماما هاي كمان من الأفكار اللي ممكن يساعدنا فيها الصيام المتقطع بالتخلص من موضوع الخلايا السرطانية كمان جزئية جدا مهمة أثمتت الدراسات أنه بالصيام إحنا منقوم على إضعاف الخلايا الضعيفة أكثر من ما هي ضعيفة يعني أنا في عندي خلايا ضعيفة خلايا مريضة داخل الجسم وكأنه بيخلص عليها وبيضعفها أكثر فأنا بتخلص من الخلايا المصابة أو الخلايا المريضة أو الخلايا السرطانية كمان بالنسبة للخلايا القوية شو بيصير فيها بمجرد أنه أنا أتجه لموضوع الصيام المتقطع هي رح تصير أكثر قوة وأكثر نشاط لأنه هي بدها تدور على مصدر آخر للطاقة وما عندها كربوهايدرات ولا عندها سعرات حرارية إنها تحصل منها على الـ ATP ولا عندها غلوكوز فهي رح تصير تدور وين في خلايا ضعيفة فأنا كأني بوظف جيش داخل جسمي يبحث وين في خلايا سرطانية ويتخلص منها كمان جزئية كثير مهمة أثبتت الدراسات إنه الأشخاص اللي بيقوموا بالصيام إن كان صيام متقطع أو صيام إسلامي بهاي الطريقة إحنا الجسم بيقوم بإنتاج خلايا جذعية جديدة طازجة جاهزة إنها تحل محل الخلايا الضعيفة أو الخلايا السرطانية مثل ما شايفين مع بعض لما نحكي عن خلية سرطانية كيف بتتمركز داخل الجسم فأنا لما بعمل عملية الصيام المتقطع وبتخلص من هاي الأجزاء السرطانية أو الخلايا السرطانية أكيد الجسم بيصير بده يصنع خلايا جديدة تحل محل الخلايا اللي تخلصنا منها وبالصيام المتقطع إحنا بنساعد الجسم إنه ينتج خلايا جذعية طازجة تحل محل هاي الخلايا المريضة كمان جزئيات جدا مهمة حتى للأشخاص اللي الآن على أسرة الشفاء نتمنى دايما الصحة والسلامة للجميع إذا كان الشخص مصاب بنوع من أنواع السرطان بما فيها سرطان الثدي وما إلى ذلك فأكيد أول شيء لازم يعمله اللي هو الخضوع للبروسس العلاجي أو الخطة العلاجية اللي بيكون أقرها الطبيب وأكيد هو بيكون تيم طبي متكامل وأكيد بده يخضع لهذا العلاج ولكن جنبا إلى جنب أكيد بدنا نهتم بموضوع الغذاء لأنه بطبيعة الغذاء وبطريقة الغذاء الصحيحة إحنا رح نساعد أجسامنا إنها تتخلص من العديد من الخلايا السرطانية الموجودة عندها ولما نحكي عن أجسام أو أشخاص على أسرة الشفاء فأكيد كل شخص له طبيعة تغذية مختلفة بناء على حالته يعني ممكن مع الخطة العلاجية اللي بيكونوا متبعينها الأطباء مثلا هذا الشخص يصير عنده صعوبة بالبلع بالتالي إحنا بنلجأ لطبيعة غذاء تكون سيمي لكويد أو طبيعة غذاء تكون قريبة من أنها تكون سائلة قدر الإمكان مشان موضوع البلع أو نسهل موضوع البلع إذا كان فرضا هذا الشخص بيستفرغ أو بيصير عنده يعني هيك انزعاج بالمعدة أثناء تناول الطعام فأكيد إحنا بدنا نعرف كيف نقسم الطعام عنده على مراحل بكميات صغيرة ولكن تكرارات مختلفة لحتى يقدر أنه يتقبل الأغذية اللي بدوا يتناولها ولكن لما نحكي عن أشخاص بمرحلة الوقاية أو أشخاص اكتشفوا وجود السرطان لصمح الله داخل أجسامهم الله يشافينا ويعافينا وإياكم جديد فهو بيقدر عن طريق الصيام المتقطع أنه ينتج خلايا جديدة بجسمه أنه يحارب قدر الإمكان الخلايا السرطانية إن وجدت بجسمه لما نحكي عن الصيام المتقطع وحمية الصيام المتقطع اللي كنا نحكي عنها من شوي وهي فكرتها أنه إحنا نصوم 16 ساعة خلال اليوم ونتناول الطعام خلال 8 ساعات نكون عارفين أنه خلال 16 ساعة اللي إحنا صايمين فيها بنقدر نشرب السوائل بما فيها الماء الأعشاب ولكن بدون إضافة السكريات المضافة أو حتى المحليات الصناعية لحتى نقدر نستفيد من فكرة الصيام اللي إحنا عاملينه وإذا الأشخاص اللي بيحبوا يصوموا صيام إسلامي كمان بيسير وهو رح يعطي فوائد كمان مضاعفة عن الصيام المتقطع ولكن الفكرة بالثمن ساعات اللي إحنا سامحين فيها بتناول الطعام بهذه الثمن ساعات شو لازم نتناول كثير من الأشخاص بيتبعوا حميات مثل الصيام المتقطع لأهداف مختلفة بما فيها إنقاص الوزن بما فيها التخلص من الخلايا السرطانية وأسباب عديدة ممكن نتبع لأجلها حمية غذائية معينة ولكن أثناء تناول الطعام يعني أنا صايم 16 ساعة أمري تمام ولكن أثناء تناول الطعام باكل شو ما بدي وباكل ما هب ودب بهذه الطريقة إحنا ما رح نستفيد من فكرة الصيام وكأنه ما عملنا إشي مشان هيك الثمن ساعات هدول جدا مهمين لما نحكي عن ثمن ساعات فيهم تناول طعام بدنا نقطع تماما السكريات المضافة بدنا نقطع تماما الدهون المهدرجة الموجودة داخل العديد من أنواع الحلويات والسكريات المضافة الموجودة بالقطر وغيرها من أنواع الطعام وحتى سكر المائدة الأبيض وبدنا نتناول غذاء صحي بيعتمد على الخضروات بالمرتبة الأولى وبيعتمد على البروتين ودائما نبحث عن أنواع البروتين اللي بتيجي من مصادر جيدة يعني ما بدنا البروتين اللي بيجي من اللحوم المبردة والمصنعة ولكن بدنا دائما البروتين اللي بيجي من اللحوم والدواجن ودائما نبحث عن اللحوم البيضاء لأن فائدتها بتكون أفضل واحتواءها على البروتين ونسب البروتين والدهون بداخلها بتكون أفضل من اللحوم الحمراء ولما نحكي عن الخضروات نحن نبحث عن ألوان مختلفة من الخضروات وحتى الفواكه لحتى نقدر نحصل على أكبر عدد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن داخل هذه الأصناف الغذائية نشوف مع بعض الصورة اللي بتبين لنا الالتهام الذاتي الالتهام الذاتي اللي ذكرناه من شوي اللي هو شو ما بدأه بيكون عنا خلايا هاي الخلايا بتبحث عن الطاقة مثل ما ذكرنا من شوي فهي رح تدور وين في مصادر طاقة مختلفة بالجسم لحتى تتغذى عليها ما عنا كربوهيدرات ولا عنا دهون ولا عنا أي مصدر للطاقة ولا سعرات حرارية عم تدخل الجسم فهي الخلايا رح تبحث على الخلايا اللي أضعف منها وتتغذى على المكونات الموجودة بداخلها عن طريق عملية تسمى عملية الالتهام الذاتي بحيث أنه تيجي خلية قوية تحضم الخلية عن طريق عملية بنسميها البلعمة تحضم مكونات خلية ضعيفة بما فيهم هاي الخلايا ممكن تكون الخلايا السرطانية الله يبعدها عنا وعنكم جميعا يارب فدائما لما نحكي مجاهدين الكرام عن حميات غذائية مختلفة وعن طرق غذائية مختلفة فإحنا أكيد دائما عنا الحل عن طريق الغذاء كمرحلة أولى إنه إحنا بنبحث عن مرحلة الوقاية اللي لازم دائما تكون هي الاستب الأولى أو الخطوة الأولى اللي نبحث عنها لما نحكي عن التصدي للأمراض بس نكون مدركين جزئية جدا مهمة إنه هذا الشيء ما بيغني عن موضوع إنه الاحتمام بالفحصات الدورية والاهتمام أيضا بمراجعة الطبيب باستمرار لحتى نكتشف لا صمح الله في حال وجود المرض نكتشفه ببداياته وأكيد دائما بنشدد إنه الشعار اللي أطلقته سمو الأميرة غيداء طلال لهذا العام وهي رئيس هيئة أمنا مؤسسة ومركز الحسين للسرطان أطلقته هذا العام وهو خطوة نحو الحياة مشان هيك دائما خلي خطوتنا نحو الحياة تبدأ بالفحص المبكر اشتركوا في القناة